انتوا هتلاقوا كروت كتير بتتشابه لان نفس قرية البرج. ممكن الكروت كتير تتكرر. بس الكارت ده مجيش في ولا مجموعة. تطور مادي كويس يا جوزاء. يعني اللي هو يعمل مشروع الفطرة دي. ده وقت كويس جدا. الحمد لله ما فيش خسايا. بالعكس في حالة تطور مادي. ان شاء الله المشروع يكون نجح ويعني مثمر ان شاء الله. اه وكمان لو مش بتعمل حاجة فهو في حالة استقرار مادي. يعني الحمد لله ما فيش ازمات. والديني مشا كويس قوي قويب. وايه حالة امام وايه رخاء الحمد لله من الحالة المالبايد. اه في عندنا كمان دائما ان هي اجازة. الجوزاء قرر ياخد اجازة. او هي قرر ياخد اجازة يحتفل. مجرد ايه وقفة كده شوية البيت. نرايح من الشغل. نرايح من المسئوليات وناخد اجازة. وكمان ده فرح زي ما فيش شايفين دي ما رسم فرح. يعني فرح غيكي كمان. اه فنلسئل على وشك ان هو يتم جواز بازم اللي حيتم على خير. وكل حاجة هتبقى كويسة اوه. اللي هو زي عنده كمان حالة في خناقة شغلة او مش هنقول حرب معنى حرب. في شوية كده مقلق وتوتر حواليه بس هو بيحاول يتماسك ومبين ان هو كويس جدا ومش فرقا معه خالص وان هو متصر مع ان هو اتقاذى شوية. او اتليست يعني مزاجه تعقر يعني على اقل. بس مبين ان هو تنزل انتو شايفين واقف حرب وسلم غايمة وهو مزاجه مبتسمة. فانت مبين حاجة غير الجواد من ناحية موقف معين كان بيأزيك. انا احيي ده الصراحة مش ضده خالص. فيه بقى كرتين تحت بعض حلوين جدا جدا جدا. ده بقى. ده اللي طالع في المجموعة الاولى. طاقة ابداع خبر حلو. فيه حاجة طاقة دخل علينا ان شاء الله كويسة جدا جدا جدا. طاقة دي هتعملك هدف. يا جوزاء. انت رايح لهدف بالسرعة شديدة جدا. مش هتقف غير لما توصل له. شايفين عمل ازاي؟ ركب الحسوم يجي فيه بسرعة جدا جدا جدا. رايح لهدف. بالدفاع. رايح بالدفاع كمان شديد جدا. ونجاح. بإذن الله نجاح. اكتمال الدائرة يعني حاجة انت هتتملها على اكمل وقت. يعني تبتمل مشروع. او لو عندك اي حاجة مثلا حاجة بشغلك بتعملها. خلاص. خلاص. حتعملها بنجاح ان شاء الله كويس جدا. كيما حاجة تانية بقى مما وراء الكواليس. انت خايف من حاجة في حاجة ما لقاك شوية او متاتفاك. مش عارك تاخد خطوة. دي حالة سابت. سابت ومستنى. متراقب. اوكي? حاجة تخص ورق يمكن. دا حاجة لها علاقة باوراق حكومية. حاجة بتعمل ورق حكومي. ممكن يكون قارد. ممكن يكون قضية. ممكن يكون حاجة من ده يعني. او انه انت حتسيق الحكم على شخص. اه لو انت في حال التوتر دلوقتي يا جوزاء وعندك شوية صراعات بالدور حواليك. بليز ما تطلقش احكام في الفترة دي. استنى رغاية لما عالدنيا تبقى آآ يعني هادية. وهي هادية دا خلاص. تدخل عليك طاقة امر. طاقة هدوء وسلام. وطاقة آآ آآ تأمل. وحاجة كويسة جدا. هادية جدا. وحلوة قوي قوي قوي. استنى ونطلقش احكام دلوقتي. آآ لو موضوع فيه ورق حكومي. وانت مستني ورق وقدقان منه وخايف. ان شاء الله ما تخافش. شكل الموضوع خير بازن الله. وحتطلع بنتيجة كويسة جدا. آآ فيه هنا كمان وقلت لكم كارت القوة دا آآ معناه قلة القوة. انت محتاج آآ تواجه حاجة معينة يا آآ جوزة. واجهها من غير عنف ولا حاجة. لأ. انت هتواجهها بالديبلوماسيات. آآ المهم ان انت تعبر عن نفسك وتقول لجواك بس مش بعنف. القريبات وحلوة قوي قوي. حلخصها بسرعة. فيه تطور مادي ان شاء الله. اللي داخل مشاريع بقهد. آآ ان شاء الله الدنيا كويسة جدا. ما هو حالة تستقرار مادي الحمد لله. فيها احتفال بفرح. او فيه اجازة هتطلعها انت وعيلتك. او ناس مقاربين بالنسبة لك. فيه شوية ضغوطات. بس انت بتواجهها بسبات آآ وبتدين ان انت يعني مش متأثر كمانا. بس انت تأثرت شوية. آآ فيه طاقة آآ خبر حلو. فيه حاجة حلوة جدا جايالك طاقة إبداع. هتنور لك اللنبا. وحتشوف هدف. وهتروح لبسرعة جديدة جدا. بازن الله في نجاح اجتمال دائرة. آآ فيه هنا آآ زي حالة جمود او ثبات حاجة سبتة مش بتتحرك آآ ده. لانك انت من خايف شوية عندك مخاوف. آآ فيه هنا اما انه انت هتزلم حد او تطلب حكم مش سليم على حد. او انه فيه ورق حكومي او حاجة تخص الحكومة ان شاء الله بالكامل القطرة دي. آآ في حالة ان شاء الله قدوء وسلام والتزام باخر عليها برج الجوزاء القطرة دي. بس برضو الكارت ده نسيت اقول لكم بحذر من العقرب اللي طالع وردة ان هو انت قعد في امان الله ومسالم وفي حالك ومكش اي حاجة. بس حد متراقب لك يا جوزاء انتبه ما تديش سرق الحاجة. الا الناس انت تستسق فيهم وجربتهم يعني في الموضوع ده اكتر من موضوع. واجه لي اجوزاء الحاجة انت محتاج تواجهها بس واجهها بجب ممسي على ادوارها. ادي ارية التالتة. المجموعة التالتة الارعية العامة بتاعتها. حمد الله حلة جدا برضو. آآ العلاقة العطيطية بتاعتها. طويل. الجوزاء عايز ايه? انا واضح عندي كده ان حصل حاجة غلط. الجوزاء زي ما انتم شايفين كده وقف متكتف. عارفين اللي هو خلاص ايه رفع ايده بقى. مفيش حاجة اعملها استسلم. الجوزاء مستسلم. شايف ان مفيش حاجة بايده يعملها. مفيش الخطوة مش عنده. مفيش حاجة ممكن يعملها خلاص. آآ. نفسه في ايه كمان? يعني هو طريبا شايف ان اساس العلاقة مش كويس. ان الاساس مش صح. شايف شريكو ازاي? شايفو? مش بقى بيبعد بمشاعره. لا بيبعد فعلا. يعني بيبعد سايب وماشي خلاص. سايب وماشي. وسايب بقى كل العشرة والحب والحاجات دي كلها سايبها ومش مهتمة وماشي. الطاقة ما بينكم ده هاي بريستس. دي الاسرار. دي بتاعة الاسرار. فيه سر انكشف. مش ضرور ان هو يكون سر ممكن يكون حاجة كانت مستخبية وظهرت. يعني في حاجة كانت مستخبية وظهرت. ووضح انها ظهرت لك انت يا جوزاء. عن شريكك يعني. شريكك عايز ايه? شريكك بيحبك برضو. يحبك. وعايز يكون معاك. وعايز منك اطفال. وشايفك الدافع والامان والعيلة. الحب الغير مشروط. احنا قلنا دي امبرس هي الحب الغير مشروط. نفسه تفتكره الحاجات الكويسة اللي هو عملها لك قبل كده. دي حاجات ده خير تعمل زمان. نفسه تفتكره الحاجات دي. شايفت ازاي؟ شايفت بتحبه وبتقدمه كتير. بتقدمه حاجات كتير جدا. وانك انت سنة دي. اه مش هكتب عليكم الدنيا دلوقتي مش كوي. ليس انتم محتاجين راحة. محتاجين بريك. اه هدوء كده شوية. فيه قرارات. مفروض تتاخد فيه حيرة شوية. فيه حد على وشك ان هو ياخد قرار. بالنسبة للعلاقة. لكن فيه تردد شديد جدا. والجوزاء. مش هتكلم عن التردد اللي عنده. هو فعلا التردد هيبقى مش عارف يعني. نصيحتي انا يعني. ونصيحة طبعا الكروت انا اتعلم. بالصراحة من الكروت دي حاجات كتير قوي في القرارات اللي انا باخدها. متاخدوش قرارات وانتم مفاعلين. اجلوا شوية. بغاية لان الطاقة تتوازن. استنوا شوية. وبعد كده بتدخدوا قرارات. اه. البريك ده كويس. مفيد للمحيتين. عشان تفكر بالطريقة احسن. ومتاخدش قرار يعني نبع عن انفعيل. اخد قرار نبع عن عقل. بس اللي انا احب اقول لك اطمناك لجوزاء الشريكة فعلا بيحبك ونفسك تديره فرصة تانية. اه. هو صراحة الكروت بيقاليها اكتر من معنى وليها اكتر من تفسير. بس انا القراءة دي هي دي الطاقة اللي وصلت لها بس. فيقلولي اخبارها ايه معي. اه. طيب دي قراءة المجموعة التالتة. والاخيرة الحلوة عطفية بتاعيطها. ان شاء الله خير. استنوا شوية. انت راكوش قرارات دلوقتي. وانتو اصلا يعني يومكم بسنة في القرارات فما مش قلقها عليكم في الموضوع ده. طيب. تعالوا نشوف صحيح تمامية ساتين. حيب قولي. اخوة تقال يا حمي. تسلمي حاول دي. اوكي. يلا بقى نبتدي فقط الاسئلة معانا كده عشر دقايق اسئلة. دعن نشوف اللي حصل عنده الانفصال من برج الجوزات. فيه مسألة. طيب بصوا. هو انتو عايزين ترجعوا يعني هو فيه مينة الرجوع. او هو عايز يرجع الشفسع يعني فيه رجوع. بس فيه حد بيمنعكم. ليه? واضح ان الرجوع مش في مصطحاتكو دلوقتي. شايفين الاقطة ده? الاقطة ده بيحميك. ده شخص بيحميك. يعني ممكن يكون ايه? ام اب صديق. حد بيخاف عليك. واقف عليك حارس. مش عايزك تاخد القرار ده دلوقتي. استنى شوية. فيه حاجات هتظهر لك كمان شوية. استنى شوية يا جوزاء على موضوع رجوع ده. ما تستعجدش. انتي على زراء الجادي. بص يعني تالي احلى كارت الصراحة في التوكل والشمس. اه علاقة صحية. علاقة صحية جدا. علاقة نجحة. ان شاء الله. حلطي أسدين أولوك أسدين حينويني أسلتين أولوك سورة أولوك 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 طيب انا اسا حبيبتي اقول لك لا. القرار لست متكونش. واجابتي على الاسئلة دي على فكرة دي المدة. انا مش بتكلم في ملا نهاية يعني. الفترة دي. الفترة دي. لأ ما فيش وجوع. الفترة دي في حيرة. آآآ في شوية قلق. لأ مش شايفة اي ارتباط بالوقتي. مش مش شايفة انه هيحصل يعني ارتباط راسني في الوقت الحياة دي حبتي. يمكن شوية كانت اي تعالي فكل حاجة ان شاء الله ربنا بيخلط الوقت الانسف. بالوقت يمكن مش الوقت المناسب. آآ رجل دالو في حوض بيكمل ولا لأ? اوكي يا راني. راني لا راني راني. راني. راجل دالو بوسي هينا لقى فيها مشاكل كتير. اوكي? فيها عقبات كتير وشوية ايه? آآ يعني عقبات كتير. بس الحب بالقلبي.